تجمع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمرهم الذي اختتم في النيجر على ضرورة التعبئة العامة لوقف الإرهاب المشاركون أكدوا أن الشر الرئيسي الذي يواجه العالم الإسلامي الآن يتمثل بالإرهاب الدول الأعضاء في المنظمة شددت على ضرورة تبني مقاربة مختلفة لمواجهة التطرف وأن خطوات جديدة ومختلفة مطلوبة لمواجهة هذه الآثة وعلى رأس هذه الخطوات هي وحدة الأمة الإسلامية وإشاعة السلام والتسامح وفقا للمشاركين في هذا المؤتمر نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من الرياضة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي دكتور سالم أهلا بك معنا إذن اختتمت أعمال مؤتمر وزراء خارجية نظمة التعاون الإسلامي دعنا بداية نجمل ربما أبرز مخرجات هذا المؤتمر الذي عقد تحت الشعار متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية خاصة بأن كان هناك تركيز كبير على موضوع الإرهاب وما يمثله من تحدينا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم وحييكي أخت الكريمة وحيي سيدات والسادة المشاهدين وأنا سعيد من ضمامي إلى برنامجكم وإلى شاشة سكاي نيوز عربية مجددا يعني في الحقيقة على مدى اليومين الماضيين كان يعني بذل وزراء الخارجية في منظمة المؤتمر الإسلامي يعني جهود كبيرة في الحقيقة ومن تابع الكلمات أمس بالأمس وبعض الكلمات واليوم في الحقيقة وما صدر عن المؤتمر من النقاط الرئيسية هي تسير في الحقيقة في خط رئيسي هذا الخط هو محاولة جمع رص الصفوف كما نقول لمكافحة الإرهاب الشيء الآخر الميل إلى خيارات أكثر سلمية منها التنمية ومنها السلام ليس بين المسلمين ولكن بين المسلمين الذين يجمعون صوتهم اليوم في الحقيقة عبر هذه المنظمة الدولية يعني يتعاونون عبر هذه الأفكار وعبر هذه الرؤى وعبر هذه الخطوط العريضة مع العالم يعني المسلمون والعرب ويعني أعضاء هذه المنظمة لديهم مشاكل في الحقيقة بلدانهم تعاني من مشاكل وهناك مشاكل مهمة ورئيسية على طاولة البحث دائما في كل الاجتماعات سواء كانت وزارية أو غير ذلك منها أو في مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ثم يعني تطغى في الحقيقة يعني خاصة في هذه الدورة السابعة والأربعون يعني تطغى بشكل واضح يعني العزم على توحيد الجهود الإسلامية لمكافحة الإرهاب ومكافحة يعني العداءات التي تنتشر في الحقيقة ضد الدين وتشويه الدين في بعض الحضارات وبعض الأمم الشيء الآخر يعني هو يعني عمل مقاربات حقيقة مع المنظومة الدولية في أشياء مهمة وهي قضية الحريات إذا سمحتي لقضية الحريات وعلاقتها بالأديان ومحاولة اتخاذ خطوط متوازية لا يطغى هذا على هذا يعني الكل يعرف أن للأديان قدسيتها واحترامها ولا تتعارض هي الأديان جاءت لوضع الإنسان حرا وجاءت لتحرير الإنسان فلا يمكن أن تعارض مع ذلك لذلك هذه رؤى وهذه صور في تقديري يقدمها المجتمع الإسلامي عبر المؤتمر اليوم في نيامي طيب دكتور سالم أعود مجددا إلى نقطة الإرهاب وكان هناك تركيز كبير على هذا الملف وهذه النقطة خاصة بأنه تم وصف ما نعيشه ما نواجهه اليوم بظاهرة الإرهاب العابر للحدود الدول الأعضاء شددت على ضرورة تبني مقاربة مختلفة لمواجهة التطرف أيضا ما شكل هذه المقاربة دكتور سالم ولأي مدى هي اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مدى يعني دعينا نقول في الحقيقة أن الإرهاب أصبح جزء للأسف من تعاطينا في العلاقات الدولية بين أعضاء المنظومة الدولية هذه حقيقة مؤلمة ولكن ألمها وضخامتها تجعل على المؤتمرين سواء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو حتى في التجمعات الأخرى سواء كانت إسلامية أو عالمية أخرى هذا رقم واحد المقاربة أنا أعتقد التي تحاول المنظمة المؤتمر الإسلامي تحاول في الحقيقة اليوم الأخذ بالخط الواضح والذي هو يعبر في الحقيقة عن جوهر الإسلام ويعبر في الحقيقة عن جوهر المسلمين وهو التسامح والتعايش ووضع الحلول أو وضع الخلافات على الطاولة والجلوس حقيقة مع كل من نختلف معه كمسلمين وكأمة إسلامية وكثقافة إسلامية ودين إسلامي للتحاور والتشاور أنا أعتقد هذا الخيار يجنب المنظومة الدولية ويجنب العالم كله يعني الإنسلاق إلى أخطار العنف الذي يولد الإرهاب والذي أحيانا يكون غير مفهوما وغير مبررا في بعض المجتمعات أنا أعتقد هذه هي المقاربة وهناك عزم تظهره كل الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة والبيانات في الحقيقة والكلمات ونقاط الحوار التي رشحت عن هذه اللقاءات خلال هذين اليومين كلها تؤكد أو تصب في الحقيقة بشكل أساسي في هذا المسار الذي يؤكد النزوع إلى التسامح النزوع إلى التعايش البحث عن سبل يكون فيها تنمية ويكون فيها سلام دائم بين المنظومة الدولية أبناء الديانات أبناء الثقافات الحوار بين الثقافات وبين الديانات كلها معاني سامية ومعاني قريبة أنا أعتقد أنه تريد كثير من العمل في المستقبل لإبرازها أو لطرحها كحقائق على المجتمع الدولي والتي تلافي في الحقيقة هذه الأخطر خطر الإرهاب يريد عملا سياسيا ويريد عملا ثقافيا ويريد عملا دوليا أيضا يعني آفة الإرهاب هي آفة تكبر وتنمو للأسف وتتغذى يوما عن يوم ويعني تجعل الدول في حيرة للتعاطي معها وللتعامل معها وتجنب أخطارها طيب دكتور سالم عمل ومسؤولية تمنى اليوم محاربة والحد والقضاء على هذا الفكر المؤيد والمشجع للإرهاب والتطرف بشكل من الأشكال خاصة هنا أشير إلى كتصريح الوزير الخارجي السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب وصفا بأنها قضية فكرية وأمنية هل هي مسؤولية كل دولة على حدة أم نحن اليوم مطلوبون وبحاجة إلى توحيد هذه الجهود يعني أنا في تقديري حقيقة وكما تابعنا في السنوات الماضية منذ أن بدأ الإرهاب يطل برأسه على المنظومة الدولية وبدأ يهدد الأمن والسلم الدوليين يعني يمكن أن نقول بثقة كبيرة أن العمل يمكن أن يجزأ على مسارين المسار الأول هو كثير من الخطوات يجب أن تأخذ أو تتخذ في الوحدات السياسية المكونة لهذه المنظومة كل على حدة هناك خطاب ديني هناك حراك اجتماعي هناك تأثير على النشأ هناك ثقافة هناك وسائل إعلام وتنشأة اجتماعية كل هذه المعطيات في تقديري تحتاج إلى كثير من المراجعة في كثير من الدول هذا الجزء الأول الجزء الآخر يعني يبقى الإرهاب يعني مشكلة عالمية ولا يمكن لدولة واحدة أن تسيطر عليه حتى في إقليم معين لذلك يعني العمل الجماعي من المنظومة الدولية والتفاهم حول إيجاد سبل معينة لمكافحة هذه الظاهرة بعد محاولة تحل جذورها داخليا أو اجتماعيا في رأيي هذين المسارين هما الطريق الممكن ربما للتقليل من آفة الإرهاب الذي تضرب العالم وتضرب من ضمنها المجتمع الإسلامي شكرا لك دكتور سالم ليامع المشاركة معنا الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض